فور وصوله إلى مركز ريفي إدارية قاور التقوى لولاية نادي الشرق اسحاق مالوة جاموس بالمسؤولين لإداريين والعسكريين والإدارة الأهلية والقطاعات المختلفة حيث تحدثوا عن افتقارهم للخدمات الصحية والتعليمية وتوفير المياه الصالحة للشرب وإنشاء دور للعبادة مناشدين السلطات الحكومية بتقديم الدعم والمساندة لهم وكذلك عبروا عن فرحتهم البالغة بزيارة الوالي ولاية نادي الشرق اسحاق مالوة جاموس للوقوف على أحوالهم العامة وخلال سير زيارته واصل الوالي جولته للالتقاء بسكان مركز ريفي إدارية متوكني حيث استقبله رئيس المركز الريفي لإدارية متوكني وأعيان المنطقة وتحدثوا إلى الوالي بتقديم جملة من المطالب أهمها إنشاء المركز الصحي وبناء المدرسة وكذلك التوفير المياه الصالحة للشرب من جانبه ولولاية نادي الشرق اسحاق مالوة جاموس أثناء على كافة المطالب مبينا سوف يقوم برفعها إلى السلطات العلية لإجراء اللازم وتقديم الخدمات الضرورية لهم اشتركوا في القناة